السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبر عاجل صدر عن وزارة التربية والتعليم الآن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان أن تكون نهاية شهر إبريل الجاري هي النهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني السنوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والسنوية توقض الامتحانات الشهرية لشهر إبريل الجاري في أيام 26-27-28 وفقا للجدول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني السنوي ويتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والسنوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجدول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريا وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية تستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقا مع التجديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضورة على ثلاثة أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين سيتم نشط ضوابط تقييم طلاب التعليم الفني وضوابط تقييم المواد الغير مضافة للمجموع وضوابط تقييم الطلاب من زوال احتياجات الخاصة قبل نهاية الأسبوع وفي النهاية نتمنى للجميع التوفيق وحفظ الله مصر وشعبها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته